بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفلة او مساء الفلة على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتبعني سنة جديدة ويوم جديد وكل حاجة في حياتنا ان شاء الله تكون جديدة يا رب يجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى الناس كلها اللهم مأمين وتحاقوا كل اللي نفسكو فيه اه لو ما حاقتيش حاجة في الفين وتسعتاشر ما تزعليش ان شاء الله اه الفين وعشرين هتحاقي فيها كل اللي نفسك فيه بازن الله اول حاجة صحت من النوم زي ما انتم شايفين كده قعدت شوية كده لان انا من الشخصيات اللي اول ما بصحة من النوم مش بقوم على طول كده واقوم اعمل الحاجة واشوف اللي ورايا الابعد كده حوالي عشر دقيق او ربع ساعة كده استوعب اللي انا صحيت المهم يعني اه هعمل كوباية لبن دلوقتي وشربت كوباية المية كلها زي ما انتم شايفين المفروض اخد معلقة عسل بس العسل بقى انا هحطه في المنج علشان خاطر احط عليه اللبن وحس كده بتعم اللبن اللي هو مسكر شوية لان اللبن لما بيبقى سخني بيبقى طعمه مش حلو غير لما بتشربه ساقع من غير سكر ومن غير اي حاجة بيبقى طعمه حلو لكن لما بيكون سخني مش بيبقى طعمه حلو زي ما بيكون ساقع كان اخر شوية لبن عندي في اللبانة صبتهم بالشكل دو كده وهفتر بقى طبعا انا عندي لبن معلب للولاد لو عايزين بعمل لهم قلبت بسرعة فادلق مني فو انا بتدايق بتدايق لما باجي اشرب لبن كده او اشرب اي حاجة ولاقي كوباية من برة ملزقة او الصانية بتدايق جدا يلا اكتبوا لي تحت انتو زي كده ولا عادي ولا ايه المهم يا شلت الكوباية شطفتها كده من برة بقى داية وبعد كده شطفت الصانية وحطتها تاني جبت اتنين بقسمات ضايت وهبدأ اللي انا اكل بقسمات كده بصوا بساقي ازاي يعني محدش التريع علي يا جماعة الاكلة داية انا بعشقها ضايت بقى من غير ضايت يعني انا اخترعت النفسي بقسمات ضايت عشان اكل الاكلة دي لان انا بحبها اا بعد ما فترت كده قمت بقى شوف اللي ورايا وهنعمل الغدى النهاردة مع بعض وهنعمل كل حاجة مع بعض الشقة عندي متزبطة شوية لكن برضو فيها شوية حاجات انتو عارفين يعني الولاد والدربكة والدوشة اللي بيعملوها واللعب بتاعتهم وكل حاجة مش في مكانها مش محتاجة يعني اللي انا اقول لكم اكيد عارفين يعني المهم يعني بحاول على قد ما اقدر اللي انا اسيطر على الموقف اسيطر عليه ازاي يعني بخليهم يلعبوا في مكان واحد ما يوسخوا ليش المكان كله اا بالليل قبل ما بنام لو في حاجة عايزة الشال بشيلها كوبايات عايزة تروح المطبخ بوديها زي ما انتو عارفين يعني كده بس برضو يعني ما ينفعش لانا اصحى من انو ما لقيت دنيا زي ما انتو شايفين كده لأ في بيبقى ورق في الارض شرب مثلا محد الشالو العجلة الكرسي معوك ترابيزة اللي انتو انتو حاسين بيا اكيد يعني اكيد انتو حاسين بيا لان انا بحكي اللي انتو بتعملوه اللي انا بعملوه كنت مشغالة محطة المجد كده او كنوات المجد علشان خطر مشغلاها عالقرؤون وهبدأ بقى اشيل بقى هدخل بلكونة لو في غسيل ولا حاجة هبدأ اللي انا للمه وطبق البطانية وكده يعني طبعا منا راحة الدرس منا عليها درس فراحة الدرس ويوسف سحي مكة بقى هي للسه نايمة لان مكة بتنام متأخرة شوية فبتسحى متأخرة فبسيبها براحيتها يعني طبعا هي لو تعرف اللي انا بصور دلوقتي كيت سحيت وقالت لكم حطوا لايك حطيتوا اللايك بقى حطوا لايك عشان خاطر مكة السجادة اللي هنا امبارح بقى وقع عليها مية فخدتها بقى كده وحطتها على الصور تتهوى شوية وقلت هخسلها اول مصحة ان شاء الله لاني ما كانش هينفع لانا شغل الغسالة بالليل لان الغسالة زي ما انتوا عارفين كده في قط النوم فمش هنعرفين اه وكنت بروأ المطبخ ان شاء الله فيديو المطبخ هينزل لكم وتلع بقى الشنطتين دول كده من المطبخ حاجات مش باستخدمها فهيروحوا لصاحب نصبهم وكمان الراجل بتاع الانبوبة جاب لي الانبوبة النهاردة الصبح اه اللي هي اللي استابني باجيبها كل اول شهر علشان خاطر تبقى عندي وما تخلص مني اه وانا بعمل الاكل وكده بتبقى عندي لو خلصت ببدلها فاجابها لي الصبح لسه اوديها بقى مكانها بس هي لسه محتوطة برا اه ودي بقى موعين كده برضو غسلتها بتاعة الفطار مطرح ما فترتهم قبل ما مننا تروح الدرس وكده وزبطت كل حاجة وده كده المطبخ ان شاء الله الفيديو هينزل لكم للناس اللي عايزة تشوف العلب التخزين ازاي رصتها وكده ان شاء الله انا عملت فيديو بيها هينزل لكم وهينزل لكم كل حاجة بازن الله بص المكان بقى حلو ازاي عايز اقول لكم العلبة البيضة اللي هي على الشمال ديت دي انا حط فيها سمنة اشتريتها وحطت فيها سمنة بجد شكلها تحفة بجد يعني والله العظيم انتو عارفين انا ما بقول لكمش على حاجة كده لأ فعلا شكلها حلو ده كده بقى مطرح ما انا كنت فترت بقى وكمان العصير ده كنت عاملة عصير لي يوسف عصير مانجا مارديش يشرب لبن فقال لي عايزة اشرب مانجا يعني ما بقاش في موعين اماري الحاجات البسيطة ديت وهنعمل النهاردة اكلة كده سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص بس ممكن اقول لكم اللي فيه اطفال كتير ما بتحبهيش يعني انا عندي منا مش بتحبها خمنوا بقى كده الاكلات الشتوية اللي احنا هنعملها ايه الاكلة الشتوية اللي انت بتعمليها ولادك بيعترضوا عليها اول بس ما بيسمعوا اول حرف منها او يسمعوا اسمها بيحصل ايه طبعا خمنوني تحت طبعا دي السجادة اه اللي سألت عليها كتير اوي عجبتكم جدا يعني بجد بحبكم جدا لاني فعلا اه بحب رأيكم اوي وانتوا اعجبتوا بيها السجادة دي يا جماعة العرض بتاعها ستين والطول بتاعها انت اللي بتحدد دي المتر عامل ستة وتسعين جنيه هوصف لكم دلوقتي العنوان بالزبط وكمان الجبتها تلاتة متر يعني وقفت علي بمتين وتسعين جنيه يعني تلتميت جنيه بصوا ده الفرع الحلمية آآ انزلي ميدان البباني واسألي على كشري مؤمن هو ادخل الشارع اللي جنبيه هو في الشارع دوت آآ بتاع السججيد عامل تخفضات جمدة جدا 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 يعني هو بيقول لي اصلا سعر المتر بتاعها ما عرفش بقى هو صح ولا لأ آآ قال لي سعر المتر عامل مية اتنين وستين بس بعد الخاصنا عامل ستة وتسعين جنيه فانا جبت تلاتة متر في عرض ستين في عرض تمانين وفي عرض مية وفي عرض آآ مية وعشرين تقريبا وفي منها بدل اللون النبيتي ده في منها اللون اللي هو البنك مش البنك اللي هو الكشمير يعني بص انا جبتها حرفها من عاول السرير والحرف التاني عند الدوليب يعني كده طلع المقاس مزبوط زي ما انتو شايفين بس هي عايزة الكنيس بس كده لاني طبعا لسه صحيين وهنكنص الارض وهنعمل كل حاجة مع بقى عايزة اقول لكم اللي العيال فرحانين بيها قوي وبيلعبوا اولى بيلعبوا عليها اولى فاكرين اولى ديت لما كنا زمان واحنا صغيرين بنقعد نلعبها في المدرسة آآ المصريين اكيدة تبقوا فاكرين على لكن الدول العربية معرفش انت عندكم اللعبة دي ولا لأ ده كده العرض بتاعها اللي هو عرض ستين والطول تلاتة متر قال لي كمان ممكن اقطع لك منها دواسة لو انت عايزة وهو بقى بيسلفرها آآ عندهم من غير ما ياخد منك حاجة يعني ما بتدفعيش اي حاجة الشمس النهاردة حلوة كده وجميلة ده الغسيل هلحق بقى لمه علشان خاطر انشر بداله عشان فعلا الشمس حلوة بس فيه هوا شوية والدنيا هدوء كده لان مفيش مدارس طبعا اللي بينزل بس بيروح درس ويرجع واللي امتحانات بس كده لكن الدنيا هدوء وزي الفل كده بعد الوقت سيبه لام الغسيل زي ما انتو شايفين كده يلا بقى لو وراك حاجة قومي عمليها آآ ما تكسليش صدقيني والله لما بتبقى قعدة بتبقى بردينة كده وعملها تتريعشي وامتلجة لكن اول ما تقومي كده وتشيلي البطانية كده وتسمي اللي كده وتقومي تعملي اللي وراكي كله صدقيني والله العظيم مش هتبقى بردينة خالص ولا حاسة اصلا بالبردينة ممكن تعاضي بنص كمه اصلا وما تبقىش بردينة لان بتعملي مجهود ودورة دموية بتسخني جسمك كده وتبقىش بردينة خالص ده كده الغسيل بعد ما لميته حطيته في الطبق وهاخده بقى وانا خرجه وهبدأ دلوقتي انشر بمناسبة ده الفيديو اللي فات اللي انا اللي سألتني هما بيبيعوا ايه يوم الجمعة عندكم ده سوق العصفير بيبيعوا الاكسسوارات بتاعة العصفير واكل العصفير وبيبيعوا كمان عصفير الاكسسوارات زي القفز زي المرجحة اللي العصفورة بتتمرجح عليها زي مثلا الكوباية والطبق اللي بتاكل فيه الحاجات اللي هي ديك كده بيبيعوها واكل العصفير بيجوا من المحافظات وبيشتروا او بيبيعوا حاجة زي كده انا مش بقطع رزق حد ولا بقول اللي هما ما يقفوش ولا اي حاجة انا بتكلم بس على الدوشة او بتكلم كمان على المكان بيبقى شكله مش حلو زي ما انتوا شايفين كده والطربزات بتاعتهم بتبقى موجودة طول الاسبوع بس لكن انا يعني ده رزقهم يعني انا مقدرش اتكلم فيه يعني آآ بس كده والله انا مقصود اي حاجة للناس اللي زعلت مني بعد ما نشرت الغسيل بقى هخش دلوقتي اعمل الاكل قولوا بقى هعمل الاكل ايه يلا اكتبولي تحت بس اوعد غشه بعد ما تشوفه انا هعمل الاكل ايه اللي اللي تكتبلي تبقى كده عن ثقة هصدقك على فكرة لو انت كتبتي هصدقك اللي انت ما غشتيش وعرفت انا اعمل اكل ايه آآ اشرت الجزر وكمان الطماطم والطماطم ما اشرتهوش لسه هقطحها نصين كده ويواب شورها البصلية اشرتها وكمان الجزر هعمل عدس يا جماعة عدس الاكلة الشتوية الجميلة اللي ولادنا ما بيردوش ياكلوها اكتبولي تحت في الكومنتات ولادك بياكلوها ولا ما بياكلوهاش واليوم اللي انت بتبقى عاملها بيبقى البيت عامل ازاي يعني بتحسي بيحسسونا كده اللي احنا بنأكلهم حاجة آآ حاجة مش طبيعية هنديهم مثلا حاجة اتموتهم لقدر الله ولا ايه مش عارفة اول ما يسمعوا سرتها بتحس اللي الدنيا تشقلبت كده ولأ ومش هينفعوا حاجات غريبة كده ده كده انا طبعا شطفت الخضور لان اصلا انا غسليه بس انا بحب اشطفه كده شطفة خفيفة بحس اللي المية لما بتيجي عليه كده بتنعنشه اكتر لكن هو مخصول وكله تمام الجزر قطعته حلقات وكمان البصل برضو قطعته حلقات بالشكل دوك كده اما بقى التماطم دي فانا هبشرها هبشرها عشان لما يجي اضربه في الخلاط ما صفهوش لان في الناس بتضربه في الخلاط وبعد كده تصفي لأ اما تضربه في الخلاط مش هيبقى في اي حاجة طول ما انت مش حطة حاجة باشرها شريعها بالمبشرة العادية كده بتسهل عليك وبتطلع كلها يضوب بس هي القشرة الخارجية دي هي اللي بتبقى موجودة وبترميها وبيبقى عندك التماطم زي الفل واكتبي لي برضو في الكومنتات انت من الشخصيات اللي بتحط كوسة في العادس سمعت على الفيسبوك اللي فيه ناس بتحط كوسة فانا مش عارفة موضوع الكوسة دوت اه صح ولا لا وطبعا اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتو بتعملوا العادس بنفس الطريقة اللي انا هعملها دلوقتي ديت ولا بتعملوا حاجة تانية ولا ايه خلينا نستفيد مع بعض وطبعا برضو متنسوش السؤال اللي احنا بنسأله كل مرة عملت اكل ايه النهار ده عشان نغش من بعض على فكرة الاكلة دي انا خدتها من متابعة كتبتها عندي في الروتين الاخير قايتلي يا هيبك جوي ساعة قوي وانا زهانة من الاكل ومش عارفة اعمل اكل ايه فعملت عادس قال فهنا وشفر حبيبتي وتسلم ايديكي انا كمان قلدت كهو وعملت عادس زي كان عندي شوية عادس في كيس بقيت البطرمون عشان البطرمون كان مليان على الاخر فاخدتهم وبعد كده حطيت عليهم شوية من البطرمون مش بعمل كتير عشان مايفيدش هو يدوب كل واحد طبق كده وخلاص عشان لما بيفيد محدش بيرضى يكل حطيت الخضار اللي احنا قطعنا مع بعض اللي هو الجزر والبطاطس الجزر والبصل والطماطم آآ وكمان غسلت العادس كويس جدا وحطيته عليه بالشكل دوي كده في ناس كمان بتحط بطاطس بس انا مش بحط بطاطس بصراحة ولا بطاطس ولا كوسة حطيت المية وبعد كده هحط حوالي آآ نص معلقة طوم لو عندك طوم صحيح تقدر يتقطعيها كده نصين وتحطيها المفروض احط كمون بس لقيت البطرمون بتاع الكمون فاضي مفوش كمون فجبت بقى الكمون اللي انا اشتريته وهبدأ دلوقتي كده انا اقيه لو في اي حاجة هو زي الفل بس المشكلة اللي فيه دوت فلفل اسود يعني تقريبا كده وهو البيع بيعبيلي بالفلفل الاسود كان فيه شوية في المكيال اللي هو بيعبي بيه دوت آآ فلفل اسود فلما جيه حط الكمون واقعوا مع الكمون فانا هنقيه عشان يطلعوا منه لكن هو الكمون دي فو زي الفل طبعا برضو لازم تتأكد كويس اللي الكمون دي في سعر الكمون انا قلت لكم في الفيديو بتاع المشتريات اسيبه لكم في صندوق الوصف بعد ما بنقل الكمون بحطه كده في طاصة من غير اي مادة دهنية ومن غير اي حاجة بولع عليه النار وخليه كده يتحمر شوية على النار بصوا ده كله فلفل اسودة هو يعمل هسيبه بقى على النار الطاصة تسخن وهو يتحمر معه وطبعا العدس مولاه عليه لحد ما يغلي وبعد كده هبدأ اوطي النار وبعد كده يستوي بقى على مهله بياخدش وقت خالص مزي زمان زمان كان لما ايام بقى ام اللي كانت بتحكيه لله يرحمها كانت تقول لي يوم العدس ده بيبقى يوم دبكة جدا يعودوا يصفوا في العدس مرة واتنين وبعد كده يعملوا تاني في الخلاط وكان لأ تقريبا ما كانش فيه خلاط كانوا بيعودوا يصفوا فيه كان يوم العدس ده بيبقى دبكة يعني مزي عندنا كده بتبقى اكلة سهلة كده وسريعة وفي حلة واحدة بعد بقى ما تحمر معايا على النور شوية سيبته بقى يهدى لحد ما برد وبعد كده هبدأ اللي انا اعمله في المطحنة بتاعة الخلاط الحاجة الوحيدة اللي انا بستخدم فيها الخلاط هو التوابل من ساعة ما جبت الهند بلندر لما باجي اضحن التوابل بس كده لكن غير كده مش بستخدم الخلاط والله خالص بقلبه كده من فوق لتحت عشان لو عايز يدرب تاني باضربه تاني عشان اتأكد اللي هو اه مطحون كويس ده البطرمون بقى لانا هحط فيه خلاص كده الكمون بقى معايا زي الفل وطبعا اه في شوية على النور برضو بتحمره اهو طبعا بعد ما برد روحت عاملايا في المطحنة دي كمية الكمون كلها اللي انا عملتها بضربها بقى كلها كده لو انا جايبها كمية كبيرة ما بضربهاش كلها لكن بضرب اللي هم على قد البطرمون وعندي فلفل اسود اهو مش هعمل بقى فلفل اسود عشان عندي لما يخلص ان شاء الله هروح ضربه دربه في المطحنة برضو وبردو عامله بنفس طريقة الكمون ودي الكزبرة برضو قبل ما بحطها في البطرمون بعملها بنفس طريقة الكمون بتحس بريحة كده وبتخرج الزيوت اللي جواها وتبقى ريحتها حلوة جدا ونفازة جدا طبعا حطيت بقى نص معلقة كمون على العطس وكمان هطفع ليه بقى خلاص عشان هو استوى معايا بالشكل دو كده يعني حوالي قعد على النور تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة النور الزغيرة هاخسل بقى الطبقين اللي عندي دول عشان خاطل لو في حاجة كمان تطلع من المواعين جديدة ما يبقاش عندي مواعين كتير الدنيا نظيفة وزي الفل وطبعا برق قبل ما دخل اعمل الحاجة بعد ما خلصت النشير بتاع الغسيل شغلت الغسلة تاني وزبطت كل حاجة كنت نقع فول بقى من بالليل كده بالشكل دوت في العلبة عشان خاطر هدمس وانتو عارفين اللي انا بدمس فول في البيت عشان لو الولاد جعانين مثلا في الفطار او في العشا او زي انا تعملي اكل تعملي فول بطماطم كده بيبقى طعمه حلو قوي او فول ببيض او فول بزيت ولمون يعني شوية بطاطس محمرة جنب شوية فول وحط الجبنة والاكل بيتقضى والحمد لله عاودي نفسك تعملي الفول في البيت كده صدقيني لما تعمليه في البيت وتحطيه في علبة في التلاجة او في اكياس في الفريزر وتطلع على حسب ما انت عايزة هتلاقي البيت بتاعك كله خير وكله بركة كده ويبقى عندك اكل كده في اي وقت عايزة تعملي اكل بتقومي تعملي على طول الاكل بتحسي بخير كده في البيت ده نص كيلو فول طبعا انا مش هولى عليه دلوقتي انا اسيبه ممكن اولى عليه بالليل علشان خاطر اضرب عصفورين بحجر ايه هم العصفورين اللي هو الولاد يتعشو به وكمان يدفيه للشقة لما بتولاه على الفول بيقعد على اقل ساعة او ساعة ونص على النار البخار بتاعه بيدف في الشقة وبيخلي الدنيا دفة كده في الشقة كده خلاص العدس بتاعي خلص هبدأ اللي انا اضربه بالهند بلندر مش هستنى بقى لحد ما يبرد واروحها الطفل خلاط لأ هضربه بالهند بلندر على طول للناس اللي بتسألني على الهند بلندر فيه هند بلندر بيتباع اليد كده زي ما انتوا شايفينها كده بس كده من غير اي حاجة بميتين جنيه سعره حلو كمان عملي معاك وهيعمل معاك الطماطم والعصير والحاجات اللي هي السيلة زي ما انتوا شايف بس حاول لما تسيجي ما تجيبيه ما تجيبيهش البلاستيك هاتي اللي هي استلس دي عشان تتحمل السخنية اللي انا جايباه جايباه طقم جامل على بعده عامل ستمية وخمسين جنيه علشان خطر انا مش عندي كبة فجبت الكبة عشان اقدر استخدم كله مع بعضه معاكبة ومعاها الراسة ومعا مضرب ومعا الهند بلندر اللي انتوا شايفينه ده كده خلاص بعد ما ضربت العدس فضيته بقى في طبق وشطفت الحلة كده وشان ما وسخش حلل كثير هحمر بقى شوية شعرية قولوا لي بقى انتوا بتاكلوا العدس برضو كده بالشعرية ولا بتعملوا شربة كده وفتة ولا ايه بالزبط انا بحط عليه شعرية وكمان لما بنيجي ناكل بناكله وبنحط فيه عيش كده زي الفتة بيبقى طعمه حلو قوي دي العلبة بتاعت السمنة ان شاء الله فهورها لكم بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله مع الحاجات اللي انا عملتها في المطبخ هورها لكم وقولكم على سعرها وقولكم على كل حاجة فيها شكلها حلو ومخلية كمان المطبخ عندي شكله حلو جدا حبيبيت قلبي برضو متابعة عندي هي اللي قالتلي على الفكرة ديت قالتلي هيبا علبة السمنة شكلها مش حلو كده وكمان بتبقى تقيلة على اداكي ممكن تحطيها في علبة وفيه متابعة تانية برضو قالتلي هيبا فضي علبة السمنة في علبة او في بطرمان صغير كده اسهل ما هي هتبقى كبيرة قوي وطوع من ايديكي لان انا قلتلكم اللي هي تقيلة على قدية العلبة الكبيرة اللي هي 3 كيلو فخدت باخد منكم الافكار وبنفزها والله كلنا بنستفيد مع بعض كده الشعرية بتاعتي بعد ما تحمرت في السمنة تقدر بقى تحطيها في زيت في تحمرها في معلقتين زيت او شوية زبدة زي ما انت عايزة لو يسلم بالا وعندك معلقتين سمنة بالا دي بعد ما بحمر الشعرية مش بنزل بالعطس على طول لاني لو نزلت بالعطس على طول الشعرية هتلزق منك في الحل انا بتكلم على الناس اللي عندها حل ألمونيا لكن سوي الشعرية الاول في شوية مية وبعد كده حط عليها العطس يعني بص شوية المية والله ما كمله يعني نص كباية بالزبط كده الشعرية بتاعتي بعد ما شربت المية واستوت وباقي كله تمام هبدأ انزل عليها بكمية العطس بتيعي بص العطس شكله حلو ازاي السلام بقى طعمه كمان جميل جدا على فكرة حطيت الملح وزبطت الملح بتاعه وبقى كله تمام ما صفتهوش بقى يا جماعة عشان هنا اصلا مش حطة اي حاجة بالقشر بتاعه وهو زي الفله زي ما انتوا شايفين ضقته لقيته لسه ما دلع شوية فحطيت شوية ملحتين يعني زبطت كل حاجة كده بقى الروتين بتاعي خلاص خلص كده يدوب بقى هغرف العطس بعد ما يغلي معايا او كده هو غلي معايا مع الشعرية وكله تمام وكمان الشعرية اصلا استوت معايا مع نص كوبية المية اللي انا حطيتها وكده بقى الروتين بتاعي خلاص خلص النهاردة اتمنى النهاردة يكوني الروتين عجبكم ما تنسيش تحطي لايك بحبكم في الله يا احلى واجمل وقطيب اخوات في الدنيا دي كلها ما تنسيش تحطي لايك ولو انت اول مرة تشرفيني تحطي اشتراك واتفع علي الجرس وتكتبيلي تحت عملت اكل ايه عشان نغشي من بعض يلا باي باي والسلام عليكم ورحمة الله